وشهدتها أنت في اللي يمكن الأيام الأولى خلال وجودك في المعسكر الأول في قوانتانمو إهانة القرآن أو تعمد إهانة القرآن الكريم شرح لي عطني مشهد شو اللي كان يساونا بالضبط الجنود؟ طبعا أول ما ينقى قوانتانمو أنا فرحت جدا لما شفت القرآن معلق داخل الزنزانة داخل الزنزانة يعني قلت اللهم لك الحمد أكيد الوضع سيكون مختلف عما كان عليه في بقرام وقندهار لأنه كانت في إهانة وكانوا يرمونها في سلة المهملاء الزبالة الله يعزكم في قندهار فقلت إن شاء الله الوضع الحين أفضل يعني لكني بعدين اكتشفت أني كنت واهم ومخطئ يعني وضع القرآن في كل زنزانة ليستخدم كورقة ضغط نفسية على المعتقل شلو وهذا اللي فعلا أنا قريته في الأوراق التي سربت من الأسوشييتد بريس المحامي يابلياها قبل اللي قريته باللي شفته اللي أنا شفته وهذا أكده يعني أنا قاعد أقول لنا أكده أن كانوا يدوسون على القرآن في أوقات التفتيش يعني لما يطلعنا يبي يفتشنا الجندي كنا نشوف طبعة رجلة على القرآن وكانوا الشباب يشوفونه وأحيانا كذا مره رموه في الخلاء وفي بداية الأيام كانوا يأخذون قلم ويكتبون عليه ألفاظ سيئة يعني سب هذي أنت شفتها ولا سمعتم لا 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 شفتها 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 وعشناها ما إذا شفت الجنود الأمذنكين ايه ايه يدوسون عليه ويضطونه بالمرحاض لا شك في ذلك وصارت ضجة كبيرة وصارت أمرد وتكسرت أنا شفت شباب تكسرت أعظامهم بعد صدام عقوات شغب تكسرت أعظامهم من أجل القرآن وصار عملية أضراب شامل في قوانتانمو يعني الناس أضربت أسابيع وأشهر بسبب القرآن يعني حتى جاء قانون باحترام القرآن لكن هذا القانون في الحقيقة لم يحترم إلا في وقت الحاجة فقط